اشتركوا في القناة وما تشهده من تطور مستمر في جميع المجالات في ظل الحرص المشترك على ترسيخها وتقوية دعائمها وأكد جلالة الملك المفدى أن قيادة الكويت وشعبها يحظون بمكانة خاصة ومتميزة لدى مملكة البحرين مشيدا بالمواقف الأصيلة والداعمة لدولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تجاه مملكة البحرين ومساعيها الدؤوبة لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها وتقديرا من جلالة الملك المفدى لجهود سعدة السفير عزام مبارك الصباح في توثيق العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التعاون الأخوي فقد تفضل جلالته حفظه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى ومن جانبه أعرب سعدة السفير الكويتي عن عميق الشكر والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على تفضله بمنحه هذا الوسام مؤكدا تقديره لجهود جلالته وحرصه الدائم على تطوير العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات